تحدثنا في الحلقة السابقة عن التيار والجهد وأيهم الذي يقتل الإنسان ووصلنا إلى حقيقة علمية وهي أن التيار هو الذي يقتل نعم الجهد يدفع تليارا ليمر عبر الجسم ويتغلب على مقاومته ولكن ما يؤثر على الأعضاء الحيوية ويتفاعل معها ويحدث اضطرابا في وظائف الدماء والأعصاب ويوقف القلب هو مرور التيار الكهربائي عبر الجسم وفي حلقة اليوم ننتقل إلى سؤال أكثر تعقيدا وإثارة سؤال دار حوله صراع عظيم في بدايات عصر الكهرباء أيهما أخبر التيار المتردد أم التيار الثابت هل تذكرون الصراع الذي دار بين أديسون وتسلا؟ الصراع الذي دفع أديسون إلى تشويه سمعة التيار المتردد ووصفه بالخطر القاتل بينما كان تسلا يجري التجارب على نفسه ليثبت أمال ابتكاره اليوم سنفكك هذا اللغز ونستكشف الفروقات الجبري بين هذين النوعين من التيار ونفهم لماذا قد يكون أحدهما أكثر خطورة من الآخر فلنبدأ رحلتنا في عالمي التيار المتردد والتيار الثابت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في أواخر القرن التاسع عشر دار صراعا عظيم بين العقلين لامعين غير مجرى التاريخ توماس أديسون الرجل الذي أضاء مينيور بمصباحه المتواهج ونيكولا تسلا المهندس السربي ذو الرؤى المستقبلية لم يكن صراعا شخصيا بقدر ما كان صراعا بين فكرتين بين تيارين التيار المستمر الذي روج له أديسون والتيار المتردد الذي آمن به تسلا كان أديسون مقتنعا بأن تياره المستمر هو الحل الأمثل لتزويد المنازل والمصانع بالكهرباء كان يرى فيه الاستقرار والأمان وبنى على أساسه أول محطات توليد الكهرباء في العالم ولكن التيار المستمر كان يعاني من مشكلة كبيرة جدا فكبانه للطاقة على المسافات الطويلة مما كان يتطلب بناء محطات توليد كل بضعة كيلومترات وهذا كان مكلفا للغاية وغير عملي وهنا ظهر تسلا برؤيته الثورية في الاعتماد على التيار المتردد كانت فكرته بمثابة نقلة نوعية وعدت بتوصيل الكهرباء إلى كل العالم ولكن أديسون لم يستسلم بسهولة رأى في التيار المتردد تهديدا لإمبراطوريته وشن حملة شرسة لتشويه سمعته حاول أديسون إظهار خطورة التيار المتردد من خلال عروض عالمية مربعة حيث كان يستخدمه لقتل الحيوانات أمام الجمهور محاولا إقناع الناس بأنه قاتل لا يمكن الوثوق به تسلا بعد قريته وشجعته لم يترك هذه الإدعاءات تمر دون غد كان يؤمن بابتكاره إيمانا قويا لم يتردد في إجراءة تجارب على نفسه أمام الجمهور كان يقف أمام الحشود المتشككة يمسك بقطبين من أقطاب التيار المتردد عاري الجهد يصل لمئات الألاف من الفولت ويظهر كيف يمر التيار عبر جسده دون أن يتسبف له بأي أزا يذكر بل كان يشعر المصابيه المتوهجة التي يمسكها بيده الأخرى عند مرور التيار الكهربي خلال جسده كانت هذه الأوروض الباهر بمثابة الصدمة للجمهور وأظهرت أن التيار متردد ليس بالوحش الذي صوره أديسون كانت هذه التجارب الجريئة حاسمة في تغيير الرأي العام وفي نهاية هذه الحلقة سوف أخبركم أعزائي المشاهدين كيف تمكن تيسلة من إجراء هذه التجارب دون أن يتضرر فتابعوا الحلقة حتى النهاية قصة الصراع بين أديسون وتيسلة كانت معركة حول مستقبل الطاقة في العالم وبينما انتصر التليار المتردد في النهاية ليضيء بيوتنا وشوارعنا حتى اليوم فإن السؤال حول خطورة كل منهما لا يزال مطروحا وقبل أن نحكم أيهما أشد خطورة دعونا نتعرف على طبيعة وخصائص كل من التيار المتردد والتيار المستمر التيار المتردد والذي يعرف بالإنجليزية Alternating Current ويقتصر بالحرفين AC يشير التيار المتردد إلى تيار كهربائي يغير اتجاهه بشكل دوري تخيل بندول أن يتأرجح ذهابا وإيابا هذه هي الطريقة التي تدفق بها التيار المتردد فالإلكترونات تتدفق عبر السلك النحاسي مثل حركة البندول أي أنها تغير اتجاهها داخل السلك من اليسار إلى اليمين تارة ومن اليمين إلى اليسار تارة أخرى وسبب تغيير تدفق التيار هو تغيير قطبية فرق الجهد الكهربائي بتردد يصل إلى 50 أو 60 هرت ويكون التغيير في مقدار التيار الكهربائي في صور الدالة الجيبية كما هو موطح هذا هو التيار المتردد وهو الذي يزود منازلنا بالطاقة الكهربائية أما التيار المستمر والذي يعرف بالإنجليزية Direct Current ويرمز له بالرمز DC فهو على النقيد تماما فهو تيار كهربائي يتدفق في اتجاه واحد وبشكل ثابت فكر فيه كنحر يسري بهدوء في اتجاه واحد دون تبئير يحافظ التيار المستمر على قيمة ثابتة لا تتغير ويعتبر التيار المستمر مصدر الطاقة للأجهزة الإلكترونية محمولة مثل الهواتف الزكية والحواسيب المحمولة والدوائر الإلكترونية الاختلاف الرئيسي بين التيار الثابت والتيار المتردد يكمن في طريق التدفق الكهرباء فالتيار المتردد يبدل اتجاهه دوريا بينما يتدفق المستمر بثبات في اتجاه واحد هذا الاختلاف الجوهري هو ما يحدد إلى حد كبير طبيعة الخطرة الذي يشكله كل من أمه والآن نأتي إلى جسم الإنسان ساحة المعركة بين التيارات الكهربائية عندما يتعرض الإنسان لصدمة كهربائية فإن جسمه يصبح جزءا من الدائرة الكهربية مغلقة مقاومة الجسم للتيار تلعب دورا جوهريا في تحديد شدة الصدمة فمقاومة الجلد الجاف عالية نسبيا قد تصل إلى حوالي 100 ألف أوم ومع ذلك فإن هذه المقاومة يمكن أن تنخفض بشكل كبير إذا كان الجلد رطبا أما الأنسجة الداخلية للجسم مثل العضلات والدم والأنسجة فلها مقاومة قلب كثير تتراوح بين 300 إلى 500 أوم فقط عندما ينهار الحاجز الواقي للجلد يمكن لتيار أكبر أن يمر عبر الأعضاء الداخلية مما يزيد من خطورة الصدمة بشكل كبير وكل أعضاء الجسم تعمل عن طريق نبضات كهربائية ترسل من الدماغ بجهد لا يتجاوز 50 ميلي فولت عبر الأعصاب للتحكم في عضلات الجسم والقلب أيضا يعمل من خلال نبضات كهربائية يولدها بنفسه بمعدل 70 إلى 80 نظف الدقيقة تقل أو تزيد حسب احتياج الجسم إذن جسم الإنسان يعمل من خلال النبضات الكهربائية ومن هنا تكمن خطورة الصدمة الكهربائية في أنها تتداخل مع النبضات الكهربائية الصادرة من الدماغ أو تلك التي تتحكم في القلب والآن نأتي إلى جوهر هذه الحلقة لتحديد من الأخطر التيار المتردد أم التيار الثابت لو قمنا بالمقارنة بين التيار المتردد والتيار الثابت عند نفس مستوى الجهد فإن التيار المتردد يعتبط أكثر خطورة على جسم الإنسان من التيار المستمر بل يعد التيار المتردد أخطر بخمس مرات من التيار المستمر وهذا يعود إلى مجموعة من الأسباب وسأخبركم بها الآن ولنبدأ بالسبب الأول الذي يتمثل في قيمة التردد المستخدم في تزويد منازلنا بالكهرباء والتي تكون في حدود 50 أو 60 هيرت هذه القيمة تجعل خطورة التيار المتردد تكمن في التداخل مع الإشارات الكهربية الطبيعية للجسم وخاصة تلك التي تتحكم في عذرة القلب فنحن نعلم أن عذرة القلب تعمل بانقباض منبساط بمعدل 70 مرة في الدقيقة أي بتردد يقدر بـ 1 و 2 من 10 هيرت تقريبا ولكن عندما يتعرض الإنسان لتيار متردد تردده 50 أو 60 هيرت فإنه سوف يجعل القلب يرتجف بدل أن ينبض ليضخ الضم في الجسل ويصبح القلب في حالة مرضية تعرف باسم الرجفان بطيني وهي حالة طارئة تهدد الحياة وتؤدي إلى توقف القلب المفاجئ والموت خلال دقائق إذا لم يتم التدخل الفوري باستقدام جهاز مزيل الرجفان ولكن التيار المستمر لا يتسبب في هذا النوع من الضرر لأنه لا تردد له والسبب الثاني هو أن التيار المتردد يتسبب في تقلصات عضلية سريعة تعرف بالتشنجات فإذا ما أمسك شخص بمصدر للتيار المتردد فإن هذه التقلصات خصوصا في عضلات اليد والذرعة يمكن أن تكون قوية إلى درجة تثبت الشخص على المصدر لأنه يفقد القدرة على التحكم في عضلاته مما يمنعه من الإفلات ويزيد من مدة تعرض الكهرباء هذه الظاهر أقل شوعا مع التيار المستمر الذي يميل إلى التسبب في تقلص عضل واحد لكنه قوي ومستمر وقد يدفع الشخص بعيدا عن المصدر على الرغم من أن هذا ليس مضمونا دائما في جميع الأحوال النقطة الجوهرية هنا والتي تعتبر سببا ثالثا متمثلة في قيمة الجهد التيار المتردد فنحن عندما نقول أن مصدر الجهد المتردد الذي يغذي منازلنا 220 فولت والتي نقيصها باستخدام أجهزة الفولت ميتر فهي القيمة الفعالة للجهد والتي تعرف بالروت مين سكوير أو بمعنى آخر هي القيمة المتوسطة لأن الجهد المتردد تتغير قيمته بطريقة موجية قيمة عظمى موجبة وقيمة عظمى سالبة وبالتالي فإن قيمة الجهد 220 فولت لا تعبع عن أقصى قيمة يصل إليها الجهد المتردد ويمكن حساب أقصى قيمة للجهد من خلال العلاقة الموضحة وهي أن أقصى قيمة للجهد تساوي جزر التربيع الاثنين مضروبة في القيمة الفعالة للجهد وهي 220 فولت وهنا نحصل على أقصى قيمة للجهد بتساوي 311 فولت هذا يعني أن الجسم يتعرض فعليا لجهد أعلى بشكل متقبع مما يجعل الصدمة الكهربائية أشد مقارة بتيار المستمر له نفس القيمة 222 فولت أما السبب الرابع والذي أعتبره من وجهة نظري هو السبب الرئيسي الذي يجعل التيار المتردد أشد خطورة من التيار الثابت وهو أن مقاومة جسم الإنسان للتيار المتردد تنخفض وتصبح قل من مقاومة الإنسان للتيار المستمر والسبب في ذلك يعود إلى ما يعرف بالممانعة السعوية للجلد حيث يعتبر الجلد مادة عازلة وجدت بين طبقتين والصلتين الأولى هي الأنسجة تحت الجلد والطبقة الثانية هي السلك المار به التيار الكهربائي أن يصبح لدينا ما يشبه بالمكثف الكهربائي وبسبب الطبيعة المتغيرة للتيار تجعل مقاومة الجلد والتي تسمى في حالة التيار متردد بالممانعة السعوية تنخفض مما يعني أن تيارا أكبر سيمر عبر الجلد إلى الجسم بالمقارنة مع التيار المستمر ولمن يبحث عن مزيد من التفاصيل حول مفهوم الممانعة سأترك لكم في صندوق الوصف رابطاً لمقال كتبته على شبكة الفيزياء التعليمية بعنوان ما هو الفرق بين المقاومة والممانعة والمعاوقة والسبب الخامس هو عتبة الإحساس بالتيار وعتبة الخطر حيث أوضح للدراسات والتجارب أن عتبة الخطر أقل بكثير التيار متردد مقارنة بالتيار المستمر وللتوضيح أكثر دعونا نلقي نظرة على نتائج الدراسات والتجارب يشعر الشخص عند التعرض لتيار متردد بمقدار 1 إلى 10 ميلي أمبير أو تيار مستمر يتراوح بين 4 إلى 15 ميلي أمبير بوخز أو إزعاج خفيف وعند مستويات أعلى مثل التيار المتردد بين 3 إلى 22 ميلي أمبير أو التيار المستمر بين 15 إلى 88 ميلي أمبير قد تحدث تقلصات عضلية وحركات لا إرادية يمكن أن تؤدي هذه التقلصات إلى ودود فعل مفاجئة أو تشنجية ومع ارتفاع شدة التيار إلى ما بين 22 إلى 40 ميلي أمبير للتيار المتردد و80 إلى 160 ميلي أمبير للتيار المستمر قد يحدث تثبيت عضلي يؤدي إلى فقدان مؤقت التنسيق والتحكم في الحركات الإرادية للعضلات أما التيار المتردد الذي يتراوح ما بين 40 إلى 100 ميلي أمبير أو التيار المستمر بين 160 إلى 300 ميلي أمبير فقد يؤدي إلى انسداد الجهاز التنفسي أو صعوبة في التنفس بسبب تأثيره على الجهازين العصبي والعضلي وعند تجاوز التيار لهذه المستويات أي أكثر من 100 ميلي أمبير للتيار المتردد و300 ميلي أمبير للتيار المستمر تصبح خطيرة للغاية وقد تكون قاتلة إذ يمكن أن تتسبب أضراراً بالغة للأعضاء الحيوية للجسم خلاصة الدراسات والتجارب تؤكد أن التيار المتردد يمكن أن يكون أكثر خطورة بنحو خمس مرات من التيار المستمر عند نفس مستوى الجهد هذه العوامل الخمسة تجعل من التيار المتردد أكثر خطورة من التيار المستمر وأنا أعتقد أن الخطر الأساسي يكبن في نقصان مقاومة الجسم للتيار المتردد فما رأيك أنت؟ اكتب لنا في التعليقات والسؤال الآن متى يكون التيار المستمر وحشاً كاسراً؟ على الرغم من أن التيار المتردد يعتبر بشكل عام أخطر في الاستخدامات اليومية إلا أن هذا لا يعني أن التيار المستمر آمناً تماماً التيار المستمر وخصوصاً عند جهد أعلى من خمسين فول يمكن أن يحدث إصابات خطيرة متمثلة في حروق موضوعية وحروق عميقة للأنسجة عند نقطة الدخول والخروج من الجسم وهي حروق أسوأ بكثير من الحروق التي يسببها التيار المتردد عند نفس مستوى التيار كما أن التيار المستمر يحدث تغييرات كيميائية في أنسجة الجسم ناتجة عن التحليل الكهربائي المكوناته مما يؤدي إلى تلف الأنسجة وكما ذكرت من قبل أن التيار المستمر عالي الجهد يسبب تقلصاً عضلياً واحد والذي قد يكون كافياً لإلقاء الشخص أرب والتسبب في إصابة بالغة ناتجة عن السقوط من ارتفاع عالي وبغض النظر عما إذا كان التيار متردد أو مستمر فهناك عدة عوامل تؤثر على شدة الصدمة الكهربائية واحتمالية الوفاء مثل قيمة الجهد وقيمة التيار ومسار التيار عبر الجسم خصوصاً إذا كان المسار عبر القلب أو الدماغ فإن تأثيره يكون أكثر خطورة مما لو مر عبر أصابع اليد مثلاً وكذلك مدة التعرض ومقاومة الجسم ومساحة التلامس ومقدار ضغطة التلامس والحالة الصخيرة للفرد والبيئة المهيضة ففي حالة وجود أسطح معدنية أو ما يزيد ذلك من خطورة الصعق الكهربي فهي تجعل مقاومة الجسم أقل وتوفر مصاراً قوية للتيار الكهربي والآن أعزائي مشاهدين لابد أنكم تنتظرون الإجابة على سؤالي في بداية الحلقة كيف تمكن نيكولا تيسلا من أن ينجو من خطورة مرور التيار الكهربائي المتردد عبر جسده وسأخبركم الآن نعم نيكولا تيسلا بعبقريته وشجاعته لم يكن يترك ادعاءات أديسون حول خطورة التيار المتردد دون رد كان يؤمن بابتكاره إيماناً راسخاً ولإثبات فكرته لم يتردد في إجراء تجارب على نفسه أمام الجمهور كان تيسلا يمتلك فهماً عميقاً لخصائص التيار المتردد خصوصاً عند الترددات العالية والتي كان يولدها باستخدام ملفات خاصة تعرق باسم ملف تيسلا أدرك أن التيار المتردد عالي التردد والذي يصل إلى 100 ألف هيرتز وأكثر حتى يميل إلى التدفق عبر سطح المادة الموصلة وهو ما يعرف باسم تأثير الجلد وبالإنجليزية Skin Effect بدلاً من اختراقها ونعبور عبر الأعضاء الداخل للجسم مما يقلل بشكل كبير من خطورته الفيسيولوجية المباشرة وظاهر تأثير الجلد تختث بسبب الحث الكهرماناتيسي فعندما يتدفق التيار المتردد عبر الموصل فإنه يولد مجالاً معناطيسياً متغيراً حوله هذا المجال المعناطيسي المتغير بدوره يولد تيارات دوامية داخل الموصل نفسه هذه التيارات الدوامية تعمل على معارضة التيار الأصلي وتكون أقوى في مركز الموصل وأضعف عند السطح ونتيجة لذلك يجد التيار الأصلي مقاومة أكبر للتدافق في قلب الموصل ويفضل المسار الأقل مقاومة وهو القريب من السطح في عروضه المدهشة كان تيسلا يقف أمام الحشود المتشككة يمسك بقطبين من أقطاب التيار متردد على الجهد الناتج عن ملف تيسلا ومع مرور مئات الآلاف من الفلطات عبر جسده ولم يكن يصاب بأي ضرر يذكر بل كان يدهش الخضور بإضاءة المصابيح المتوهجة التي يمسكها بيده الأخرى حيث يمر التيار عالي التردد عبر سطح جسده ليشعلها وأحيانا كانت تظهر حول جسده هالة زرقاء متوهجة عرف بتفريق كورونا مما يزيد من الإثارة البصرية للعرض فهم تيسلا لظاهرة تأثير الجلد مكنه من إجراء تجارب تبدو خطيرة للغاية للعامة لكنها في الواقع كانت آمنة نسبيا بالنسبة له لأنه كان يضمن أن لا يتغلغ للتيار بعمق في جسمه ليؤثر على أعضائه الحيوية هذه التجارب الجريئة والتي كانت تتطل فهما عميقا لانفزيع الكهبائية كانت حاسمة في تغيير الرأي العام لقد أثبت تيسلا بشجاعته أن التيار متردد عند فهمه والتعامل معه بشكل صحيح وبتغيير خصائصه مثل التردد العالي ليس بالوحش الذي صوره أديسون وفي الختام بعد رحلتنا في عالم الكهرباء من صراع العمالقة أديسون وتسلا مرورا بفهم من الأخطر التيار المتردد أم الثابت ووصولا إلى الفروق الجوهرية بينهما نخرج بحقيقة واحدة لا تقبل الجدل الكهرباء قوة عظيمة لا ترحم الجاهل وتكافئ الحذر لقد رأينا كيف أن التيار بغض النظر عن نوعه هو المحرك الفعلي للخطر وكيف أن التيار متردد يمتلك قصائص تجعله خطيرا بشكل خاص في ظروف معينة لكن تبكروا حتى التيار المستمر يمكن أن يكون نميتا إذا توفت الظروف المناسبة لذا فلتكن هذه الحلقة جرس إنزار لكل مننا ولتكن الكهرباء تضيء بيوتنا وتشعل أجهزتنا مصدر قوة لا مصدر خوف وذلك تحقق بالعلم والحذر وسأترك لكم في صندوق وصف الفيديو مجموعة من الإجراءات الأساسية لضمان عدم التعرض لصدنات كهربائية فضلت أن تكون مكتوبة حتى تكون مرجعا للجميع حفظكم الله ورعاكم إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الضعط على زر الإعجاب ومشاركة الحلقة مع أفراد عائلتكم وأصدقائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا رأيكم في التعليقات وحتى نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته